موسيقى 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 في تتح بخمسة عشر شهر ومستمر لعشرة شباط أمبراندو برانتان اللي هو معرض لبنديكت بالي الموجودة معنا اليوم بغالوري إكزود بالأشرفية أهلا وسهلا فيك موسيقى أمبراندو برانتان هو معرض لوحات الطبيعة هي مسيطرة بكل أشكالها وخاصة الأشجار اللي بيعنولك كتير بنديكت بالي فرنسية عايشة بلبنان ولدتي بلبنان بس طبعا تتردد كتير على فرنسا خاصة بسبب الظروف يعني ولكن خلص مكانك بلبنان ووطنك لبنان ايه قلدي بلبنان تحسي حالك هون ايه نقيت عيش هون كان فينا عيش بفرنسا بس بفضل عيش بلبنان وكل ما صار في هيك مشكل أمنة ولا هزة مش الكل بيقول لك شو عم تعملي هون ايام بفكر روح بس ما بقدر ما بتقدر لا خلص هون قادرة تعيشي هون عم تتفعلي مع المجتمع أكتر أكتر بزياراتك على فرنسا ما بتكوني مرتاحة نفس الشي بحب زور فرنسا من وقت لوقت بس ما عندي ما مني معلقة معلقة بلبنان أكتر ايه شباط حنشوف ألوان كتير حلوة ما سقبتنا أول صورة صورة طبيعة إنما على الأكيد الأزهار هي موجودة والفرح دايما موجود بلوحاتك يعني إذا ما في شجرة في ورد في زهور بس دايما متجددة هاد الزهور ولا مرة ولا لوحة هي مثل الثانية يعني ما بتزهر الوردة أو الطبيعة أو الشجرة بلوحة مثل الثانية دايما في إيدانتية جديدة لل اكزاكتما بس ببلش إرسوم ما عندي شي قدامي دغري بتخيل شو لازم بالألوان بصير نقيون بحطون ودغري بصير إرسوم وعم نشوف يعني عشوية منامنمات بقلب اللوحة بترسمي بوانتياج وبي بوانتياج مزبوط هونش عم نشوف كمينا في تكنيك معينة هل عم ترسمي ويل عم ترسمي زيتيت بس فيك أمينا يعني بنقدر نطلق أي مدرسة من الرسم على لوحاتك أي أكل أنت بتتبعي ما عم بتبع شي معين لأنه حسب كيف بدي أرسم هل التكنيك كلنا منتعلم كل التكنيك بس من وقت لوقت حسب حسب أنت تحسي حسب أنت درست بديكت الأرشيتكتور دانتاريور مزبوط ولكن هيدا ما بيعمل منك رسامة أنت اكتشفت أن أنت رسامة من أنا وظهيرة كنت كتير حب إرسوم والأيام الحرب كنا مجبورين نضلنا بالبيت سو أمي كنا تجيبنا بنتور نضلنا تسلي الوحيدة هي الرسم أميك بترسوم؟ لا في خالتي بترسوم يعني عشت بالعر بالتابلويت وكل شي اشتغل يعني درست الأرشيتكتور دانتاريور ودرست كمان البنتور شوي لأنه ضمن الأرشيتكتور مجبورين كمان نتعلم الألوان البرسبكتيف بس اشتغلت بالعرشيتكتور دانتاريور بالهندسة الداخلية وأهلك عندهم يعني كمان خبرة كتير كبيرة بهالمجال بس اليوم عم تقولي وقفت كل شي لحتى اللي ترسمي هل قد الرسم بياخد من وقتك هل قد بيعبيلك يعني هيك اهي ايام برسم ساتيس فزان كفاية ايام برسم كل الجمعة بلا ما بطلع بالساعة من عبوكرة العشية ايام بشتغل كل الليل حسب بهدف أنه تعرضيون ولا مش ضروري لا في كم واحد يحني عندي بالبيت مش ما بيعرضون هنا نشوف تام واحد ولو انه كل لوحة تكون مختلفة عن التانية بس فيه تام واحد بترسمي تام واحد بمرحلة معينة من شغلك او اول ما بلشت رسمت البحر لانه ببيتي عندي فيو على البحر كتير حلو ورسمت البحر كتير كتير مع البالمية وهايدا كان اول تام بعدين ارجعت على الطبيعة تبع لبنان الجبال والشجر الوانك بتدغري يعني بتأثر بالشخص ضغري وبينقل واحد من لوحة للتانية بحس حالو غير الفيو مظبوط كتير بيكون غير الفيو بسبب هالالواني اللي كتير مختلفة وكتير يعني واضحة ليش هلقد الالوان واضحة هيدا سبب لا تقولي شي ولا انت هيك بترسمي لا يعني هيك بتشوف اللوحة وي هيك وبحب الالوان شوية قوية وبرك اللي انو كمان انا بخلط بين الكلاسيك اللي انا طبيعا انت كتير كلاسيك بردون و التابلو هو هم بزالة بيكون مديرن اكتر دونك الالوان هم بستعملون بتعملي من هالالوحة شي مديرن اكتر من ناتور مارت العادية يعني او الناتور عادة بس لما بيكون عنديك تام معين بتكوني دايما يعني هيك بقلبه ولا بتظهري منو اوقات لما بتشوفي مشهد معين او لما بيكون عنديك مشكل معين او لما بيكون عنديك هو اكيد لزيموسيون فون بارتي من الشغلي دي موم ووالا دي موم او جبا ميس عادة انو لا بيدر كافي بالتام لانو بكون بالمود انو يعني اللوحة بتجيب التانية انت وعن ترسمي اللوحة بتحس بي شو بديك ترسمي بعضين او بيتلعبينك شو ترسمي من بعضا او مزبوط عنديك فا ازا اليوم معرض مستمر لعشرة شباط بغالوري اكزود الأشرفية بس كامل عنديك مشاريع جديدة خارج لبنان او عندي معرض بجده لسنك سيس ست افريل هو مستمع كولكتيف اول مرة بدي روحات جده اي هوب انو بيكون قلتلي مع غرفة التجارة اللي عام لي معرض لالفنانين لبنانيين بجده عندك جنسية لبنانية بنيدي ايه جنست لبناني بما انو خلقت ولدت بي بي لبنان كمان الطبيعة اللي عم ترسميها هي الطبيعة اللبنانية ولا الطبيعة اللي انت بتشوفيها بفتكر انو لانو كتير بسافر بفتكر انو بشوف الطبيعة بس لانو ما بصورها برجع برسوم اكيد بخلط شوي من اللي شفته بغير محلات بس يعني انا بعرف انو هيدا التابلو مثلا كدت اعم جا بانسي انو هيدا مثلا البقاء هون غير منطقة هك انت شايفتي ليش زايتيت ليش بترسمي على الويل بس لانو التكستور طبع البنتر على الويل كتير عندي سنسبلت ما هالبنتر و بحب بسمك بس بشتغل بسمك منيح لقدر اعمل شغل ان رليف كمانا كل الوارد اللي برسمون انا عادتان نيفر ووي يسو ان رليف اهلا وسهلا فيك بين ديكت بليف ازان معرض ديك مستمر لعشرة شباط بجالوري اكزود الاشرفية وبيجدة رح يكون عند ديك معرض بنيسان بأربعة وخمسة وستة وسبعة نيسان اهلا وسهلا فيك شكرا لك خلص وقتنا اليوم مشاهدينا وخلص ام تي في لايف لا فترة قبل الظهر موعد جديد بكرة من النص مع مجموعة جديدة من المواضيع باي باي موسيقى 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 موسيقى